اكد وزير الدفاع لواء الركن محمود الصبيحي ان محافظة تعز لها وضع وخصوصية متفردة تميزها عن بقية المحافظات الجمهورية حيث تعد المحافظة الاكثر سكان وكونها عاصمة الفكر والثقافة ويجب الحفاظ على هذه الخصوصية بحفظ الامن والاستقرار وشدد وزير الدفاع خلال ترأسه اجتماعا للجنة الامنية في تعز بحضور المحافظ شوقي احمد هائل شدد على اهمية وضرورة صون الممتلكات والمصالح والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الامن والاستقرار ومواجهة الشائعات المغرضة والهدامة التي تستهدف اقلاق الامن والغاء المدنية والخصوصية التي تتمتع بها محافظة تعز مشيدا بجهود السلطة المحلية في محافظة تعز وبالدور العظيم الذي تطلع به الوحدات العسكرية والاجهزة الامنية في سبيل استقرار المحافظة وحفظ سلمها الاجتماعي من جانبه اكد محافظة تعز ان ابناء المحافظة بكل فئاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني مجمعين ان تكون تعز محافظة مدنية يتجسد فيها التعايش الاجابي والتعاون والمحبة والشراكة الفاعلة في عملية التطوير والتحديث والبناء والتنمية التي يتطلع اليها كل ابناء المحافظة الشرفة مشيرا الى ان محافظة تعز ستسخر كل الامكانيات في تجاه التصدي لكل من يحاول اقلاق الامن والاستقرار وفي ملاحقة المطلوبين امنيا الذين ثابت تورطهم في جرائم الاغتيالات داعيا حكومة الكفاءات الى تحمل مسؤولياتها كاملة في ترسيخ دعائم الامن وتهيئة الاجواء المناسبة لاستيعاب تعهدات المانحين وكسب ثقتهم في تقديم الدعم الذي تعهدوا به لليمن